اشتركوا في القناة ومتواصل لرياضة الآباء والأجداد ما عزز من مكانة رياضة الفروسية وسباقات الخيل محليا وارتقى بإنجازاتها إقليميا ودوليا مشهيدا سموه في ذات السياق بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العد رئيس مجلس الوزراء والتي رفضت خطوات التطور برياضة الفروسية وأعطت بعدا جديدا لها في منظومة الأنشطة الرياضية التي تحظى بالرعاية والاهتمام وأكد سموه أن مملكة البحرين بفضل الدعم الملكي السامي والمتابعة الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبوأت مكانة متقدمة في تنظيم مسابقات رياضة الفروسية والتي حققت نجاحات باهرة نفخر أنها كانت بسواعد بحرينية ما يعكس العراق البحرينية في الفروسية ورياضة الخيل وقدراتها المشهودة في التنظيم والإعداد لمختلف الفعاليات المتصلة بهذه الرياضة الأصيلة وحتسموه على مواصلة تبني البرامج والاستراتيجيات التي ترتقي برياضة الخيل والفروسية وتجعل هذه الرياضة أحد الأنشطة الرياضية الجاذبة وتعزز حضورها في منصات التتويج الإقليمية والدولية بعدها استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تركزت حول الآليات والبرامج الكفيلة بتطوير أنشطة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومنها تطويع التكنولوجيا الحديثة في هذا الجانب واطلع على عرض بشأن تطوير سجل أنساب الخيل بالنادي من خلال منظومة إلكترونية متطورة تعزز من الدقة والاحترافية في عمل السجل وتجعله نموذجا يحتذى دوليا وبحث الاجتماع عددا من المقترحات بشأن تنظيم بطولة دولية لسباق الخيل العام القادم ووضع ضوابط للمشاركات الخارجية فيها وتحديد أشواط معينة لهذه المشاركات وذلك في إطار استعراضه لردود الأفعال الإيجابية على المستوى الدولي للنسختين الأولى والثانية لبطولة كأس البحرين الدولي للخيل وما حققته مملكة البحرين في تنظيم السباقين من نجاح باهر يعطي الدافع لتنظيم بطولات دولية في المستقبل تستقطب الجيادة العالمية ذات التصنيف العالي في سباقات الخيل ما يعزز مكانة مملكة البحرين في عالم رياضة سباقات الخيل وإطلع اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة خلال الاجتماع على عرض مفصل بشأن المخطط العام لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حيث تم اعتماد المخطط